ألقت الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية القبض على عنصر مخابرات تابع للميليشيات الحوثية كان عضوا سابقا في تنظيم القاعدة الإرهابي وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أنه تم القبض على المدعو محمد عبد كشموع بعد رصد وتحرن ومتابعة دقيقة لتحركاته وأوضح أن التحقيقات الأولية أكدت ارتباط المدعو كشموع بما يسمى جهاز الأمن والمخابرات الحوثية وأنه عضو سابق في تنظيم القاعدة الإرهابية الأمر الذي يعزز حقيقة التخادم بين التنظيمين الإرهابيين